بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة التربية الفنية للصف الثالث الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثالث معكم المعلمة أمل التمامي أخذنا في الحصة الماضية أشغال ورقية رقم واحد اليوم سنكمل أيضا نفس الموضوع أشغال ورقية رقم اثنان وسنتعرف على الدرس لكن قبل أن أبدأ سأذكر بأداب الدراسة عن بعدة التي يجب أن نتبعها أثناء الحصة وهي أجلس بشكل صحيح عن الكرسي حيث نلاحظ أن الصورة اللي باللون الأخضر هي الجلسة الصحيحة التي يجب أن تتبعها أثناء الحصة أما الجلسة الخاطئة هي باللون الأحمر ويجب أن تتجنب الجلوس بهذه الطريقة لأنها تؤذي آمودك الفقري أيضا مهم جدا أني أستمع لتعليمات المعلمة عندما تبدأ بالشرح أكون مركز معها وأستمع حتى أعرف ما هي الخطوات وأديها بطريقة صحيحة مع المعلمة أيضا أطلب من ولي أمري متابعة نشاطي وطلب المساعدة عند الحاجة في الخطوات التي تصعب عليك أطلب مساعدة ولي الأمر الذي يجس بجانبك خاصة في نشاط اليوم سنستخدم المقص وهو آلة حادة لذلك لا بد أن تكون بإشراف ولي الأمر أو أنك تستخدم المقص البلاستيكي أيضا اتبع التعليمات بالتسلسل مقصود بالتسلسل له الترتيب أو التدرج عندما تنتهي المعلمة من شرح الخطوة الأولى ابدأ رأسا بعملية التنفيذ عندما تنتهي انتظر المعلمة حتى تنتهي من شرح الخطوة الثانية ثم بعد ذلك تبدأ بعملية التنفيذ في الأخير نحافظ عن نضافة المكان نضف الطاولة بعدما أنتهي من النشاط الفني ويعيد الأدوات المكانة الصحيح وتخلص من بعض الأدوات المستهلكة التي لم أعد بحاجة لها وأرميها في سلة المهملات حتى يصبح المكان نظيف هذا بالنسبة للآداب اللي لا بد أن نتبعها أثناء الحصة اليوم سوف نتعلم تمثيل لوحة من الطبيعة باستخدام الأوراق الملولة لاحظوا هنا عندي شكل بيت أشجار شمس طيور واستخدمنا غالبا فيها أشكال هندسية لو تلاحظون هنا شكل مثلث الشمس شكل دائرة خطوط أيضا مستقيمة دائرة لتمثيل هذه الشجرة مثلث لسقف المنزل دائرة للنافذة مربع لشكل المنزل من السهل جدا أنك تستخدم رسم الأشكال الهندسية التي تعلمتها في مادة الرياضيات أو في مادة التربية الفنية وترسم هذه الأشكال على أوراق ملولة طيب إذن هدفنا العام أن يصنع الطالب والطالب لوحة من الطبيعة باستخدام الورق الملون عندنا الأهداف التدريسية يسمي الطالب والطالب الأشكال الهندسية مثلث مربع مستطيل دائرة ثم يسمي طالب الأدوات التي سنحتاجها لوحة من الطبيعة الهدف الثلاثة والأخير أن يصنع لوحة من الطبيعة باستخدام الورق الملون طيب نجل تسمية الأشكال نذكر الأشكال وتذكر الإجابة لولي أمرك الذي يجلس بجانبك لأن هذه الأشكال أخذناها سابقا في مادة الرياضيات ومادة التربية الفنية عند هذا الشكل ماذا يسمى؟ أحسنتم يا أبطال دائرة ثم ماذا ظهر الآن؟ مثلث أحسنتم ممتاز مستطيل ثم أبطال مربع إذن هذه الأربع أشكال اللي دائما نكررها في مادة الرياضيات ومادة التربية الفنية دائرة مثلث مستطيل مربع طيب ما هي الأدوات؟ رح نحتاج أولا قلم مقص صمغ أوراق ملونة وكراسة ترسم حتى أقوم بتثبيت اللوحة عليها نبدأ الآن بالتطبيق العملي لهذه اللوحة ليس شرطا تستخدم نفس الأشكال الموجودة ممكن مثلا ترسم شجرة واحدة شمس منزل ليس شرطا تستخدم كل هذه الأشكال في اللوحة من الطبيعة نبدأ الآن لاحظوا الآن أنا عملت قصصات ورقية تمثل أشكال هندسية مختلفة شكل دائرة شكل مربع شكل مثلث بلون هنا قصصات أيضا على شكل الهندسي مثلث بلون أخضر وأيضا خطوط مستقيمة باللون البرتقالي وممكن أيضا أغير في الألوان لسه شرطا تستخدم نفس الألوان اللي أنا استخدمتها أستخدم أي ألوان أنت تحبها وتفضلها طيب خلونا الآن نبدأ عندي هناك راسة الرسم وأبدأ بعملية اللي هي لصق هذه الأشكال اللي أنا قصيتها على أشكال هندسية لتمثيل لوحة من الطبيعة سأبدأ بالشجرة قصيت مجموعة من المثلثات باللون الأخضر لتمثل الشجرة سأضعها فوق بعضها بهذا الشكل ثم أستخدم هذا اللون لتمثيل جذع الشجرة أشوف الحجم المناسب للطول وأقص الخط وألصقه على كراسة الرسم هذا أول شجرة رح نصنعها من الأوراق الملونة بعدها أبدأ بوضع المثلثات فوق بعضها البعض هذا أول مثلث باللون الأخضر على شكل مثلث أيضا مرة أخرى مثلث آخر لتمثيل شكل شجرة ثم مثلث أيضا آخر ممكن أخليها بشكل أيضا دائرة الآن مثلت شجرة من الأشكال الهندسية ممكن أمثل شجرة أخرى وأضيفها أو أتركها زي ما هي الآن سأبدأ بتمثيل شكل الشمس باستخدام الشكل الهندسي دائرة ثم أضع خطوط مستقيمة تمثل أشعة الشمس هنا الشمس والخطوط هذه ستمثل أشعة الشمس هذا أول خط الخط الثاني والخط الثالث كلها استخدمت فيها اللون الأصبر ممكن أزيد عدد الخطوط أو أكتفي بهذا الكمية أضع على الطرف ثم أبدأ بعملية اللصق البيت ممكن أستخدم الشكل المربع والسقف شكل مثلث كما في الصورة اللي تشاهدونها على الشاشة الآن عندي هذا الشكل أو هذا اللون أختار اللون اللي أحبه ممكن أستخدم هذا الحجم أو هذا الحجم رح أختار الحجم المناسب لحجم الكراسة اللي هو اللون الأخضر وأبدأ بلسقه سأصنع اللي هو سقف المنزل بالشكل الهندسي مثلث حاول أقصب الحجم المناسب لشكل المربع وأبدأ ألسقه في أعلى المربع حتى يمثل المنزل ممكن أكمل الرسمة بمثلا رسم نافذة على شكل هندسي دائرة أو الباب على شكل مستطيل بالقلم أو أن يمثلها بنفس الأوراق أنا رح أرسمها بالقلم هنا شكل النافذة على شكل الهندسي دائرة والباب على شكل الهندسي مستطيل لاحظوا حين استخدمنا الأشكال الهندسية اللي تعلمناها في مادة الرياضيات ومادة التربية الفنية مثلنا فيها لوحة من الطبيعة باستخدام أوراق ملونة شكل الشمس والأشجار والمنزل هذا هو درسنا لليوم أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم أعزائي الطلاب والطالبات الآن جاء دورك عزيزي ولي الأمر بتعميم المهارة في المنزل باستخدام الأوراق الملونة والألوان التي يختارها الطالب لتمثيل لوحة من الطبيعة تمثل أشجار وشعة الشمس ومنزل في الخارج كل هذه تمثل لوحة طبيعية وتقدم لها المساعدة التي يحتاجها أيضا مهم جدا أملية التغذية الراجعة وعبارات التحفيز والثناء حتى يشعر الطالب بالثقة والنجاح كانت معكم المعلمة أمن تمامي أراكم في الحصة القادمة مع السلامة